من اول يوم اشتغلت في عفاكة من وانا في قطاع الاخبار انا عندي قناعة انو انا بني ادم فلازم انا كنت بقولك ايه من شوية بقولك ان انت تبقى على طبيعتك ان انت تبقى بتظهر قدام الناس على الكاميرا زي ما تبقى براها فانا ازاي فانا براها انا زمال كاوي عايزة بقى بحضر منشطة الزمالك في الاستاد واشجع الفريق اللي انا بحبه لما يكسب بنزل صورة الزمالك وبتاع انا بني ادم هتقولي بس ده هيقصر على شعبيتك والناس مش عارف ايه بتاع طبيعي هيقابلني تحديات كتيرة جدا عبل ما الناس تفهم او او تقدر الفهم اللي انت فهمه ده او اللي انت نفسك توصله لهم اللي هو ان انت بني ادم برا الكاميرا بس جواك الكاميرا حاسبوني على انا بقوله او على اللي انا بقدمه على المحتوى اللي انا بقدمه طبيعي جدا انا مريت بالمرحلة دي وانا صغير شوية والعنفواني التشجيع وبتاع لو كنت لقيت اي موزيع بس بيقول ادسلانا اهلاوي لأ ازاي متقولش فانا مقدة ده ان انا في الاو في الاخر مشجع بس في الاخر انت حاسبني على انا بقوله وعلى انا بقدمه وانا فعلا انا انا بقوش الستوديو انا فيه ناس بتقابلني في الشارع بتفتكرني اهلاوي يعني اللي ما شافونيش مثلا متصور بتي شيرت الزمالك اما عرفوش ناس زمالكاوي يفتكروني اهلاوي فببسط جدا لان لما انت تبقى انا وصلك يعني ان انا انتمائي مش باين على الشاشة او انت فاكر يبقى انا كده ماشي على على ال وطبعا في البداية كان الموضوع بسبب لي مشاكل اكتر لما بخش اتناقش مع الناس انا ببقى حريص انا اتناقش مع الناس اللي هم بينتقدوا بشكل محترم وموضوعي اللي بيتطول ما بخشش اتناقش معي لكن اللي بيتناقش بشكل موضوعي باحترم وجه اتناقش معي ببقى انا عايز اكسب من الحواري اما هو يفهم قصدي اما انا افهم لو انا بعمل حاجة غلط افهمها منه واصلح موسيقى موسيقى موسيقى